أهلا بكم مع عزيزي المشاهدين في الفقرة الكروية العجيبة لحقيقة أنا مش عارف أنا بعمل إيه بالزبط بس هي المفروضة انتها جزء من الفقرة العجيبة هيكون أولا للجد مش هحاول ان انا اكتروا لان انا عارف ان هناك ناس كتير مش هتكون متابعة بالكورة بس هو يكون من الوقت الاخر والحقيقة الموضوع النهاردة كان مهم جدا بالنسبالي وهو نهاية الدارلين كليزي اخر يوم في الدارلين كليزي والنهاية بقى اول اللي حصل فيه انا واحد بشجع من جيستر نويت وعايز اتكلم عن فرحان جدا بالصعود اللي احنا صعدناها اخيرا احنا خلصنا مركز ثالث انت متخيل بعد كل ده جيستر نويت اتخلص مركز ثالث فانا اعايز اتكلم بس عن شوات حاجات كده بالنسبة للصعود بالنسبة للسولشير بالنسبة للفريق الكورة عموما بالنسبة للبياسر وانا هتكلم هنا من وجهة نظر مشجع انا مجرد مشجع مش اي حاجه اكتر من ان انا مشجع عادي جدا بشجع الفريق يعني فانا هتكلم عن شوات حاجات بس كده من اللي انا كنت بشفتها وانا واحد ما كنتش متابع اوي الموسم ده بسبب ظروف كده معي انا بس الحاجات اللي انا تابعتها فانا عارفت ديني شوية وعايز اتكلم عنها من جيستر نويتد صعدت اخيرا بأعجوبة وصلت المركز الثالث يعني احنا في الاول كنا بنتخانئ يعني قبل التوقف كان الموضوع على ان احنا في كتير في رقم كبير جدا كان فرق تقريبا عشر نوعات باينة وحياة في الحدود دي يعني تسعة نوعات في الحدود دي اكتر من عشر نوعات تقريبا اعتقد كان فرق بينه وبين اللي هو المركز الرابع او المركز الثالث فان انت توصل بعد كده تجي بعد مرحلة التوقف كنت بتلعب تقريبا ثلاث متشوت كل مرة فدي حاجه تحسب للفريق كده وتحسب لبرونو فرنادس برونو فرنادس تقريبا هو يعني دي من اكتر اللعيبة اللي عملت تحول في فريق كامل عرف انت التأثير بتاع مثلا فان دايك على ليفربول كده لما جاءوا الموسم بتاعهم بعدما الموسم اللي قبله هم ما يدريش نفسه او المواجه كانوا بنفسه وكانوا تعريبا اعلى رقم نقاط جابوا تسعة سعين نقطة حقيقة سيكده والموسم ده اهو وصلوا انهم اخذوا الدوري وساعتها اخذوا دوري الابطال فكان مؤسر جدا او تقريبا يعني بدرجة اقل لان احنا برونو ما خلناش اخذنا بطولات يعني بسهو عنده فرصة ممكن ناخد دور الاوروبي فبرونو خلانا وصلنا للمرحلة دي يعني برونو وصلنا للمرحلة دي هو على طاقات عالة الفرقة كلها هذه من الهاجات اللي تحسب السولشارن هو كان مصير على برونو كامل برونو فرناندس واول ما دخل هو من العيبة اللي هي اندمجت على طول في المنظومة ما تخرجتش ما خدش وقت علشان دوري اجرب المنظومة وتعايش مع الفريق شوية لا هو من اول من ازل من اول ما جاء حتى قبل التوقف كان مغير شكل الفرقة الفرقة تحسنت معه بشكل كبير هو تقريبا الفرقة كان نقصها اللعيب ده اللعيب اللي يربط الخطوط اللعيب اللي يقوم بدور بوكبا الاول ما سولشارن مسك الفريق الاخر مرة اول من سولشارن بعد ما مهورنيو ميشي سولشارن مسك الفريق كان بوكبا بيقوم بدور اللي هو هو الكرياتف هو اللي بحربة الفريق بس اللي كان حصلين بوكبا بقى بقى فيتامين عين وشوية الاستهبال واقعدي يهزر وعايز ارحمد ريد وشعار فيه وشغل العيال ده ما كناش من اعتمد عليه وبعد كده فضل المسلم ده كله تقريبا مصاب فاحنا كنا محتاجين للحد سيده اول مجيب برونو فرناندس ودلوقتي يرجع بوكبا بعد التوقف فكان عندك اثنين لعيبة هما كرياتف هو بمجرد من بوكبا فاق برونو عندك في مستوى رائع برونو كان بيلعب قدام بوكبا لانه قدراته تسمح له انه يلعب فاق اي حاجه ودي مشكلة معي مع بوكبا انه بوكبا فعليا هو قنبلة قدرات هو عنده قدرات بدنية وعنده قدرات فنية وعنده مهارات فاكل حاجه كم يقدر يعمل اي حاجه يحاولها هو يقدر يلعب في اي مركز ويقدي اي دور هو يقتله ولكنه المشكله انه هو يبقى عايز ودلو مشكلة بوكبا انه هو يرى الى مشكلة بوكبا لما يبقى عايز ان هو يلاعب بلعب لما يبقى مش طالبه معاه لعبه طالبه معاه ان انا دخل بههروج أنا عايزه اذهب لانترد سيبوني انا عايزه اذهب لانترد فهو يلاعب نرى حصل نرى اللي حصل، نرى اللي كان بيحصل بفترة لكن عندما يريد أن يلعب، ترى بجبه يلعب والفترة دي كان يعتبر بعيد عن مراكز الخطورة يعتبر بعيد عن قتام، كان يلعب من وراه كان يحضر الهجم من وراه أكثر بس ده كان كويس، ده كان يدينا حلول الفترات اللي كانت في بداية العودة من الكورونا كان بما تلعب بشكل جميل جدا بشكل لذيذ، شكل حلو جدا كان بفضل ايه؟ كان بسبب ايه؟ و~~~ تفتح من نصف الملعب التي يعرف using them 3 تفتح قل في القرآة التي يجب أن يحرق لعب covet وهو تفتح قل في الأقل ولم تكن عندما يوجد أن تكون فيها مهام حد ما ؟ كان لديك لحسن كار تفتح ايضا لأيضا لأيضا ل seen عندك فوقبة عندك برونو فرناندس وبنسبة اقل ماتج بس ماتج برضه ممتاز ماتج لعيب ممتاز وكان قادر ان هو يدافع بشكل كويس فمجرد ما بقى عندك التوليفة دي انت بقى عندك فريق كويس بس الفكرة بقى في حاجة تانية وهي ان زي سولش اربعين كده ان هو عنده المجموعة الاساسية المجموعة اللي بدأ بها اول ثلاث او اربع ماتشاط تقريبا بعد التقف كانوا بيلعبوا هما هما نفس الفريق نفس اللعيبة دي هما دول الفريق اللي كان بيلعب كويس جدا وكاننا ثلاثات واربعات وخمسات في ماتج في ماتج يجبنا السادس وثاغة فالفرقة دي او المجموعة اللي هي بتلعب بالشكل ده هي دي اللي واسق فيها وهي دي اللي كويسة فكرة بقى ان الفودلا بتاعتهم مش قد كده خالص الفودلا بتاعتهم اقلب كتير وده اللي سبب في اخر ثلاث ماتشاط ان هو انت بدأت تقع بسبب المجموعة الاساسية اللي بتلعب كويس جدا تقول تعبوا وما بيش حد يبدلهم او اللي بيبدلهم مش عن نفس المستوى فرقة بدأت تقل تقل وبرده في حاجة تانية وهي دي مشكلة سولتشار او مشكلتي مع السولتشار هو ان سولتشار تحصل ان هو ما عمدوش الخبرة الكافية التعامل مع الامور دي سولتشار في الاول لما كنا بنلعب واللعيبة دي برضو نفس الكلام اللعيبة دي اغلبهم شباب الماتش ده كان الوحيد مثلا فيه ممكن تقول لهم عنده خبرة شئية ممكن بوقبة الدخية دخية طبعا الخبرة بتاعته زي عدمها هو اصلا بيخفى الماتشت العادية هيكي هيخفى الماتشت المهمة اكيد مكواير كويس مكواير عايش دور ان هو القائد بقى وكده والحاجات دي بس عادي انت بما تشوف الفرقة الفرقة كلهم يعتبروا شباب كلهم صغيرين مفيش حد فيهم عنده الخبرة ان هو يتعامل مع الماتش قبل كده لما كنا بنلعب واحنا مش حطين اي حاجة في دماغنا كان الفرق بيننا وبين المركز الثالث والاربع بعيد فكرنا بنلعب على اساس ان ان كدوا بكل ماتش وخلاص احنا بنلعب على اساس ان احنا عايزين نكسب كل ماتش جات مع انا جات وصلنا الفرقة اللي فوقينا اللي هم كان فرقين عندنا كتير دول واقعوا كتير لدرجة اننا حصلناهم كويس ما واقعاوش بقى وفضلوهم كملين ومعتناش خلاص بقى لكن اللي حصل نحنا بنلعب كويس طول ما نفيش دخط مفيش اللي هو مش حطين ان احنا خلاص احنا هنوصل للتالت اخر ثلاث ماتشات دي كان ممكن نحسن فيهم المركز التالي كان ممكن نحسن فيهم بسرعة من فادري من تشيلسي وليستر واقعوا كثير كان ممكن نحسن في اخر ثلاث ماتشات لكن اخر ثلاث ماتشات احنا تعدلنا ماتشين واخذنا في الاخير فاللي حصل هنا بقى انت لو اللعيبة دي عندها خبرة لو سولشير عنده خبرة عنده قدرة ان هو يخلي اللعيبة دي مش فارق معها حتى لو تغلب الماتشات في الدورة عبيضة جدا ولكن هم يلعبوا ماتشة دور الابطال هو عادي جدا كيف ينجون هنعوض ماتشة دي مش عند سولشير خالص سولشير لسه مبتدئ جدا بيه لكن غير كده السولشير كمدرب كويس بالنسبة للفريق بالنسبة للعامله مع المجموعة دي بالنسبة للعامله مع التشكلة الاسسية اللي انا بتكلم عنها في الاول فهو عامل فريق كويس فريق ممتع فريق بيقدر يهدد اي حد فريق جامد حتى دفاعيا هو مستسيق يعني دفاعيا حسب الارقام فهو في ناس هتقول انه هو جايد جدا وانه هو ممتاز وفتاع والكلام ده بس هو في الحقيقة هو مش ممتاز هو جايد يعني دفاعيا الفريق دفاعيا جايد احنا بس احنا لسه محتاجين نقصنا حاجات كتير في بتاعه نقصنا باك شمال ونقصنا اكيد مدافع كامب ماكواير او مدافع بدل ماكواير في المحاجة اعتقد دلوقتي تركيزي هيكون لسه بقى مشان يبدأ نفكر في الانتقالات وكدو وفي المسؤول الانتقالات والحاجات دي اعتقد دلوقتي ان يركز في الدور الاوروبية دور الاوروبي يعني هيعتبر بطولة كويسة هيعتبر حاجة كويسة بالنسبة لسولشير انه هو ياخد بطولة اعتقد سولشير لسه ماخدش معها ولا بطولة لحد دلوقتي اه فهو هيكون حاجة كويسة لي انه هو يبدأ يبقى يحس دعم البطولاتي يعرف انه هو يجرب المطشات دي معاني مش بسيق في السولشير في الحالة دي خالص حتى لو الفرق اقل من دينا لو احنا ما عنديش حتة الثقة انه هو يقدر يقود مطش حياة وموت اللي هو لازم نفوز او اللي هو المطش متوقف عليه بطولة دي ما اعتقدش ان هي لسه عندها لسه ما بنبقهاش وتهي اللي مخوفاني فعلا من سولشير في الموسم الجاي سولشير كمدرب هو كويس جدا لما ميكونش على دغطات لما بيكونش على دغطات كان كويس جدا كان ممتاز والفريق بتاعه كان بيلعب بطول دغطات اواخير الثلاث نشاط دول اللي شاككوني فيه دول اللي شاككوني في حتة انه هو يكون بيقدر يتعامل مع دغطات وكده اعتقد ان هو مع الوقت ممكن يتعلم ممكن تجيل الخبرة دي ممكن فرجسون يتكلم معه شوية يهدي شوية اي حاجة يعني المهم ان هو لازم يتعلم الحتة دي كانوا عشرانين في المركز الثالث وفضلت الحاجة المضحكة ان هم جامير تشيلسي فضلت طول الموسم في المركز الثالث عادتين في المركز الثالث وقعدين يخبط الفرقة التانية بتخبط ان تحتهم بلستر شايا وولس شايا مش عارف ارسنل كذا اعتقد ان تخبط تحتهم في الرابع فمش عارف ايه وفي الاخر هم الفنش رابع كويس ان هم الفنش رابع يعني كان نفس الحقيقة تحصل بعمل لقطة وهما يفنشوش رابع بس يلا احنا كسبنا وصعد نوع مش مهم في الموسم الانتقالات بقى هيكون في شوية اهداف بقى لفريق لازم يزبط عليها بحيث ان احنا نقدم موسم كويسة الموسم الجاي اعتقد يعني الموضوع مش هيكون بس مقتصر على ان احنا ناخد مركز رابع مش هيكون مقتصر على ان احنا لازم ناخد مركز رابع هو اي نعم ده هيكون الهدف الاقل ده المفروض ان هو زي ما يقول بعد المتش ده المركز يكون اقل له اهداف هذا المفروض ان انا منشستر ان الايتد منفروض ك هذا المفروض ان نحن ناقتصر على الن look هنعوز شوية صفقات بحيث ان احنا نقدر لنفس على الدور سنبدأ لدينا سانشو سانشو هو أساسي لنقل الفرح لكي يكون لديك هجوم و هجوم بديل تبدل معهم سانشو هو أساسي و ستكون أحد أخرى في خط النص يريح الناس عندك مكتومني و فريد في الاحتياط أريد أحد ثالث أريد أحد ثالث يكون مال أكثر لمركز بوك 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 ورناندس مثلا كريلتش أعتقد كريلتش صعبة لكن ما علينا أنت عايز حد في المنطقة دي و هذا ممكن يكون أقل حاجة ممكن نتفق على كده لو الدنيا زنقت مش لازم هي أقل حاجة أنت عايزها أنت أكثر حاجة عايزها أنت تجيب جناح أو جناح ممتاز و أنت عايز جناح كلاس A هذا أساسي لكي تنفسها على الدورة و أريد باك شمال يبدل لوك شو أكيد لازم باك شمال يبدل لوك شو أي حد يبدل لوك شو يعني تكيدي دي أساسي أريد باك شمال يبدل لوك شو أو هو أساسي على لوك شو لوك شو أو لا يبدل بديل و أريد باك شمال يكون جيد نعم ليس جيد أريد باك شمال مدافع أكيد مدافع جانب ماغوار و بعد ذلك هناك بعض الأشياء ممكن تجيب باك يمين مع وان بساكا ممكن تجيب خط النص و محتاجين مواجهة و أريد باك شمال مواجهة أريد باك شمال مواجهة سانشو ممكن يقوم بالدور المهم يعني دي أعتقد الحاجات الأساسية لسه طبعا الموسمة خلصة لسه مش عارفين بقى إيه اللي يحصل إيه اللي يحصل في سول الانتقالات أعتقد كده إن السولشار قعد حتى لو لقد الله خسر في في اليوروبا ليج فهو كده كده أعتقد قعد لدوره مش هتفرض في السولشار مش هتتماشي السولشار مش هتجامر إن هي هتكيب مدرب تاني حتى لو كان مثلا بوتشتينيو وأعتقد بالصفة الأليجري إلا إن أنا فعلا نفسي أليجري لازم إيجي أليجري لو متاح مش عارف ليه ما يكيبوش أليجري أليجري مع مجموعة زي تي مع فريق شوية تعدلات بسيطة أليجري ممكن يعمل حاجات رهيبة أليجري هيخليها مبدئيا كده إحنا هننفس على الدوري دي حاجة أساسية مبدئيا لو أليجري مع المجموعة دي بشوية بس تعدلات شوية تحطيات كده شوية تعدلات بسيطة هو هنفس على الدوري بنسبة فوق الـ 80% بنسبة فوق الـ 75% هو هنفس على الدوري الموسمي لكن ما علينا خلينا برضو إحنا مش هنسبق الأحداث طبيعي يعني إن بعد اللي حصل ده اللي دوره هتسكت السولشر وإحنا نسق فيه خلاص بقى وبس كده تهنينا لكل المانشستر وكل تشلسوية برضو انهم صعدوا طبعا ديفربول نعم مش تهنينا قوي يعني بس تهنينا عشان صلاح وعشان فيه صحابي بردو بشجعلوا في الفول كويسين ماشي السيتي تهنينا عشان دي براينر عشان دي براينر هو نعم تعلم شاين بها يوتا من كلوب وطلع في الآخرة السرح حالك أنا بتاع ده فيه أسستين المفروض الحزبولي أنا المفروض أنا كده أنا في ذهني أنا عدت الرقم القياس بتاع تيري هنري صناعة الأسستات في موسم واحد اللي هو تقريبا فلا يعني برقب كده أنا برضو بحب أنا بحب دي براينر ومعليش أنا بحظر فيه من الناس ممكن تاخدها بس وفعلا ممكن يكونني استحايا فعلا انه يحصل على الهدفين دول ممكن الاسستين دول أنا مش فاكر الاسستين مش فاكر هو بتكلم عن الاسستين تحديدا بس عادي يعني براحة أنا بحظر ويبس كده ما تكونوا استمتعته بالفكرة الكروية اللي حاجية اللي اتمنى انها تتكرر في المستقبل على حسب يعني انتوا عزينها ولا لا او هل فيه حد مهتم هو ولا لا ويبس كده كان معكم احمد كورشي وكده كان